شكراً ناتالي أود أن أرحب بجميع المشاركين في هذه الجلسة اسمي ميريلا شوتاركي وأنا مديرة السياسات والمناصرة في الوكالات العالمية للمتطوعين وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 160 عضو من منظمات غير الحكومية التي تعمل مع بعضها بعض لتقديم أعمال إنسانية أكثر كفاءة وقائمة على المبادئ سوف أدير هذه الجلسة التي أعتقد أنها بغية الأهمية بسبب عنوانها كما نعرف هناك أعترف متزايد في القطاع الإنساني للحاجة إلى عادة إصلاح هذا القطاع وطريقة عملنا من الأسفل إلى الأعلى من خلال بناء تدخلاتنا معاً من أجل الأشخاص المتأثرين بالأزمات لنضمن أن إشراكهم في خلال عملية تنفيذ العالم وإن هذه المنظمات التي تركز على الأشخاص لا يقدمون المسألة تجاه الأشخاص والجهات المانحة فقط والحكومات وإنما أمام الأشخاص المتأثرين بهذه الأزمات إذن هذه هي الأسئلة التي سوف نناقشها اليوم بالتركيز على الحماية وبالتالي من المهم جداً عندما نناقش مع الأشخاص المتأثرين بالأزمات ونسألهم عن أولوياتهم عادة ما تأتي الحماية في سلم الأولويات ولكن من خلال ضمان مقاربة مع الأشخاص في عملنا الذي يركز على الحماية نرى اليوم عندما لا يتم احترام القانون الإنساني الدولي وانتهاكه من خلال أطراف النزاع من الصعب جداً أن نضمن هذه المقاربة القائمة على الأشخاص في عمل الحماية الذي نقدمه ونرى أن الجهات الفاعلة الإنسانية الفاعلة تواجه تحديات كثيرة للوصول إلى الأشخاص الذين بحاجة للمساعدة طبعاً أنا غيري أعتقد أن الدول وبهدف تأمين حناية أفضل ينبغي أن تحترم القانون الدولي العام وعندما نريد أن نحرص على تنفيذ هذه المقاربة لحماية الأشخاص من الأزمات فنحن نتحدث عن المجموعات الكبيرة أو الأفراد الذين ينتبون من مجموعات مختلفة ومن الأقليات ولسيما ونحن في عملنا نحن نحاول أن نكون شموليين وإن المخاطر بالنسبة للأشخاص المستضعفين هو مواجهة خطر عدم الحصول على الحماية المناسبة لذلك نحاول أن نكون شموليين ولا نعمل على حدة وبالتالي نحاول أن نكون متصقين في عملنا وأن نعمل مع بعضنا البعض ومع القطاعات على مبدأ مفهوم التقطعية وبالتالي هناك انتزام واهتمام من قبل القطاعات المختلفة لمعالجة هذه التحديات معنا أما من الناحية الإيجابية فهناك دعم متزايد لدعم المنظمات الوطنية والمحلية غير الحكومية وهذا بغاية الأهمية ولسيما أن هذه المنظمات تمثل الأشخاص المتأثرين بالأزمات ومن خلال العمل مع أولاء الأشخاص يمكننا أن نعكس أصواتهم وبالتالي اليوم ندعو في هذه الجلسة عدد من الزملاء الذين يمثلون المنظمات الحكومية الوطنية والمحلية من سكات مختلفة وسؤالي هو سوف أطرح عليهم أسئلة مختلفة ونحن نتوقع منكم أن تتفاعلوا مع هذه الأسئلة والإجابات التي سوف يقدمها متحدثون كما أن لدينا سلاسة أسئلة وسوف نطرحها في تمرين الملتيمتر ويزرنا اليوم في هذه المنقشة أن يكون معنا ممثل عن الحكومة وعن وكالة مانحة وسوف يقدم لنا وشهة نظاره والدروس المستفادة من هذا اللقاء وقبل أن أعرف وأقدم المتحدثين معنا اليوم أود أن أشكر المنظمة التجمع العالمي للحماية وأيضا الحكومة هولندا والزملاء من كتلة الحماية أو التجمع العالمي للحماية شكرا جزيلا وأشكركم على مشاركة في هذه الجلسة وأنا أتطلع للمشاركات من أمل أن يكون المتحدث الأول قد انضم إلينا لأنه كتبنا قبل بداية هذا الاجتماع وقال إنه يواجه حال طريقة أمل أن يمكن من الانضمام لنا لاحقا اسمه مايكل مواوا وهو مدير مؤسسة تطوير المعارف والابتكار في توب تي بي أو أوغاندا وهي منظمة غير حكومية بدأت العمل في أوغاندا في العام 1994 ومنذ ذلك الحين كانت فاعلة في حدد من البلدان الأخرى في المنطقة وهي منظمة تعمل كثيرا على موضوع الحماية ولسيما حماية الأطفال والسعم النفسي والاجتماعي ضيفنا الثاني هي السيدة لاريسا بايدا وهي مديرة البرامج في التجمع الوقاني للأشخاص ذوي الأعياء في أوكرانيا NAPD أهلا وسهلا بك سيدة لاريسا يسلنا أن تكون معنا اليوم وبالنسبة للزملاء الذين لا يعرفون NAPD فقط فهي مؤسسة أسست في العام في سبتمبر 2001 وهي تضم حوالي 120 منظمة عاما تمثل اهتمامات الأشخاص ذوي الأعاقة من مختلف مناطق في أوكرانيا وتضم عضويتها منظمات تمثل مجموعات مختلفة من الأشخاص ذوي الأعاقة منها منظمات النساء ذوي الأعاقة ومنظمات المسلمين ذوي الأعاقة والأطفال والأسر والأهل ذوي الأعاقة وما إلى ذلك متحدثنا التالي هو الأستاذ دانيلو منزانو وهو مؤسس مشارك ومدير ديالوكو ديفيرسو وهي منظمة بدأت عمالها في الإكوادور وشكرا وذلك بفضل مساهمة مدفع حقوق الإنسان وهذه المنظمة تعمل اليوم في بلدان المغرفة من أنتقى وتدفع عن حقوق الأشخاص الأكثر التضعفا بما في ذلك مجموعة الجمعين وهي تركز على الهجرة وفي سياق النزوح كما لدينا الدكتور عيشة طواب وهي رئيسة منظمة تطوير التطبيقات للنساء والأطفال في اليمن ADO وهي المنظمة الأولى التي تعمل في اليمن منذ العام 96 وهي تعمل على أساس مقاربة قائمة على الاحتياجات وهي تعمل عن كسب مع الأشخاص الأكثر عرضة وهشاشة في المجتمع وتركز بشكل أساسي على النساء كما لدينا ممثل عن الحكومة أندرو فانمنس وهو مستشار في الهجرة الإنسانية وشؤون الصحة وهو ممثل دائم لهولندا في جينيف شكرا جزيلا لكل المتحدثين كما ترون في هذه الجلسة لدينا بعض الزملاء الذين يأتون من بلدان حيث أن مجموعات الحماية ناشطة وعملة الآن ولدينا أيضا زملاء آخرين يمثلون مناطق أخرى قد لا تكون بالضرورة كتلة حماية تعمل حاليا وبالتالي فكان أنه من الجيد أن يكون لدينا معرف وخبرات لكي نتعلم من بعضنا البعض في سياقات مختلفة نتالي هل يمكن أن تساعديني لأنني لا أرى كل المشاركين ولكن إن كان مايكل معنا لم ينضم إلينا بعد ميريلا ولكن يمكننا أن ننتظر الدكتور عيش أمل أن ينضم إلينا قريبا وبما أن مايكل ليس معنا أنا أطرح أن نبدأ النقاش مع سيدة لاريسا سيدة لاريسا بما أننا نتحدث اليوم وذكرت أن هدف هذا النقاش هو كيفية الشمول في عملنا الإنساني وعمل الحماية وعندما نتحدث عن الأشخاص المتأثرين نحن نتحدث أيضا عن الأشخاص المستضعفين أو ذوي الهشاشة ولسيما ذوي الإعاقات وأنت كممثلة لأن بي اي دي هل نود أن نسمع منك كيف تدرين هذا التعاون مع أنشهاد الفاعلة الإنسانية في أوكرانيا وما هي الممارسات الشيدة والدروس المستفادة من دول أخرى لأنه لسوء الحظ من صعب جدا اشترك أو شمول الخصوص بالإعاقة في عملنا الإنساني الكلمة لا في تفضلي شكرا جزيلا نعمل دواعي سروري وشارك تجربتي لأن هناك كثير من التجارب في العمل الإنساني إننا كنا نعمل على أكثر من سنوات منذ 2014 وكان لدينا تحديات جديدة في 2022 حيث بدأت حرب على مستوى واسع وكان هذا من شأنه أن يغير تجربتنا بعض الأمثلة التي نحاول مشاركتها عندما نعمل مع كثير من العائلات حاولنا أن لا نغير منهجيتنا وكانت هذه المشاركات والأنشطة يجب أن تتمت تحت المبدأ العالمي الإنساني وأحياناً هذا المبدأ كان غير صالحاً أو كان غير ملائماً لذلك كان علينا تطوير مقاربتنا الخاصة ميكيل هل أنت معنا؟ أحسنت أعجب أيضاً أن تتأكد عن وبأسطال حيات TIMUO-Uuganda في الأعلى في حقوق کے برأس وتمترد الإنسانات معاً معاً المتحدثة التي تتبع معاً أحقق يك مايكل شكرا جزيلا ميريلا هل تستطيعون سماعي أجل نستطيع سماعك وشكرا جزيلا لإنضمامك لنا شكرا جزيلا اسمي مايكل أنا المدير المعلومات والتقنيات في تي بي أو في أوغندا والتي هي منظمة وطنية غير محلية التي تعمل على تقديم الدعم الإنساني في مجال الحماية تقدم الدعم للعائلات الضعيفة والهشة في تي بي أو أوغندا فإن التدخلاتنا كانت مبنية على حاجة الأطراف المهدية وعفوا على حاجة الفئة المستهدفة كان هناك هذه الأفكار بخصوص أن هذا المجتمع يمر بحالات حارجة وأنه بحاجة لمساعدة طارئة وكنا نعتقد بأن الأثر المستدام هو أمر مهم ولكن هذا لبناء هذه الآلية وهذا التدخل يجب أن نفهم جيدا ما هي الحاجة وما هي كل مرحلة من مراحل من دونة حياة المشروع أثناء تصميمه وتصميم خطة خروج أيضا منذ البداية كما قلنا كنا منخرطين مع المجتمع فعلى سبيل المثال عندما قمنا بوضع خطة مشروعنا الذي وضعناه مؤخرا لحماية اللاجئين للعمل مع اللاجئين في أغندا كان هناك حاجة لتقييم الحاجات فكنا مع القيادة المحلية نعمل على هذا المشروع الخاص وكنا قادرين على تحديد الأولويات وحاجاتهم وموافقاتهم وكان هناك هذه المشكلة تقييم الحالة لهؤلاء الأشخاص وهذا ساعدنا لفهم الوضع فما أكثر من الحماية كان هناك أهمية لبناء هذه هذه الطريقة لحماية الأشخاص وكان العديد يستطيعوا الانضمام لنا للمشاركة بهذه الأنشطة فكان هذه البرامج تحل أو تعالج ما هي الحاجة الأساسية للمستفيدين على صعيرهم الشخصي وأيضا تعمل على الاستجابة وفق السياق الذي كنا نعمل به بشكل مشابه كنا قادرين على تقديم الدعم النفسي للصحة الذهنية بناء على تصميم برامج بناء على هذه تقييم الحاجة التي قمنا به حتى تقديم هذه المساعدات للأطفال والأطراف المتضررة فمعظم مخرجات هذا العمل كانت من خلال التعاون والعمل مع المجتمع من خلال اقتراحات هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يقترحون أحيانا إلغاء بعض الجلسات التي كانت من المقرر أن تحصل كنا أيضا نقوم بدعوة مزيد من الأشخاص الذين لم يكنوا على قائمة المدعوين وكان أيضا يتم إلغاء دعوة بعض الأشخاص خاصة من الأهالي عندما يطلب الأطفال أو الأشخاص المشاركين بالجلسة عدم استدعاء الأهالي إلى هذه الجلسات في البداية كان المشروع ذو صلة ولكن عندما تغير السياق ظهرت مشكلات جديدة فهنا اعتمدنا على التغذية الراجعة لمعرفة فيما إذا كان البرنامج ما يزال ذو صلة ومرتبط بحاجات الناس كنا نقوم بهذا من أجل قمنا بهذا من خلال معرفة وضع الجلسات للحصول على التغذية الراجعة وتواصلنا مع الكثير من الأطراف المعنية والكثير من المستفيدين ووضعنا بإذاننا بأننا يجب أن نضمن أن الحصول على الموافقة هي أمر أساسي كان هناك أيضا أوراق للمقترحات كان هناك أيضا استهداف لمجتمعات مختلفة وكان لدينا متطوعين مجتمعيين وأشخاص أسسنا معهم علاقة وهذا بشكل أساسي ساعدنا في الوصول إلى الكثير من المجتمعات لأنه بعض المجتمعات لا نستطيع الوصول إليها لذلك هذا ساعدنا بالوصول إلى مجتمعات أخرى من خلال منصات عمل المختلفة أيضا واستطعنا منها خلال هذه المنصات الحصول على التغذية الراجعة تقديم بعض المساعدات وعندما كنا ننشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات ما كنا نقوم به أيضا هذا ساعدنا أيضا لتعريف المجتمع بما كنا نقوم به وتستطيعون زيارة مواقعنا على تي بي أو أغندا وكنا نحصل لتغذية الراجعة هنا وتستطيعون أعطانا أيضا رأيكم بهذا ومرحب بكم لتستعمل مواقعنا ومنصاتنا لتخبرون عن آرائكم هذه وسائل لحصول على التغذية الراجعة تساعد في التواصل مع المجتمع ولكن بشكل أساسي هناك بالطبع دروس مستفادة ودروس نتعلمها دائما هذا يجعلنا نفهم حاجات المستفيدين وبنفس الوقت يجعلهم يفهمون بعض الحلول التي يمكنها أن تساعدهم بشكل أفضل لحل مشكلاتهم بهذه الطريقة كنا نحاول تسهيل الحصول أو الخروج بأفكار في المجتمع المجتمع الذي تقود المبادرات كنا نعمل على دعب هذا المجتمع والانخراط معهم والمشاركة معهم ونسألهم عن مشاكلهم وما هي الحلول المقترحة من أجل تصميم مشاريعنا بالذات المشاريع النسائية وصممنا ورشاة عمل مجتمعية من أجل الحصول على حلول خاصة للمشكلات التي تواجهها النساء وهذا أيضا مرتبط بالمجتمع والخدماء والمجموعات الخدمة والنساء كنا يقولون لماذا هذه الأمور كانت مفيدة بالنسبة إلى هنا فكانوا يقولون بأنه خلال أوقات مشاركة أفكارهن كانوا يقولون بأنه يحصلون على مساعدة مالية كانوا أزواجهن يأتون ويأخذن هذه الأموال لذلك استحدثنا النساء عن هذه المشكلة وبعدنا بمناقشتها واستخرجنا حلا لهذه المشكلة وما نقول بأن المداخلات بخصوص الادخار وتحديد هؤلاء الرجال الأثرية وتحديد هذه المشكلة كان هناك أيضا هؤلاء الأعضاء الذين هم واعون ومدركون لهذه المشكلات حيث كان هؤلاء الرجال يقفون على هذا المكان من قيمة أنه من حقهم الحصول على مدخرات المرأة فكنا منخرطين بحل هذه المشكلة المجتمعية وتقديم الخدمات بخلال بعض المبادرات من أجل الرجال الأثرياء الذين كانوا يضعون عينهم على مدخرات المرأة قمنا بزيارة هذه الأسر وتحدثنا معهم وقدمنا ما نريد تقديمه ورأينا أن هناك أثر أكبر وكل هذه الجهود أعطتنا وصولا لممارسات أفضل في المجتمع أعرف بأننا لم بالبداية لم يكن هناك هذا الاهتمام ولكن أستطيع أن أرى الآن أنه من خلال كل عملية هذا تنفيذ هذه المشاريع والأنشطة فإن المشاركة المجتمعية كان لها أثر كمير وبالحقيقة فإن المنظمات الدولية وحتى المنظمات المحلية التي هي منظمات بطلة تعمل وفق المعايير الإنسانية حاولنا قد المتطاع أن نكون معهم بعلاقات شاركية وعلاقات تعاونية وعززنا موضوع المساءلة وموضوع المشاركة والتعلم من خلال تجاربنا ولكن التعلم والتكيف أردنا كل شخص أن يتعلم وكل شخص أن يشارك وأن يكون قادرا على التدخل وشكرا جزيلا شكرا ميريلا شكرا مايكل إذا كنا نريده شكرا يعطينا هذه النظرة عامة لكل ما تقومون به وكيف كنتم بمحاولة إيجاد حلول لهذه التحديات وكما أرى من كل المشاركين وما أقرأ في أنه التحديات الأساسية هي بمجال الحماية تعتمد على استجابة الأشخاص المتضررين لذلك الزملاء إذا من فضلكم ضعوا لنا تمرين المنتي إذا نستطيع فتحه للمشاركين يستطيع الحضور المشاركة من خلال إجابة على الأسئلة بالقنوات الأربعة التي ترونها في أعمالكم والبتالي نستطيع أن نرى ما هي مخرجات هذا التمرين فقط أن أذكر بأن الكود للمنتي هو موجود في صندوق الرسائل وهو موجود على menti.com أتمنى بأن بدأنا نرى بعض إنجابات التي تأتي من المنتي أرى هنا بأن هناك بعض الكلمات ترجمة الأمن المشاركة القبول التمويل الشكوك التركيزات التمويل التوقعات العالية الصبر أحدهم وضعها في صندوق الرسائل الحكومة المقاومة أو الرد الأعرافة الوجتماعية الوقت الأمن أجل الكثير من التغذية الراجعة التي نحصل عليها نرى بأن هذا صعب ولكن هذه النقاشات تساعدنا على معرفة كيف نستطيع معالجة بعض هذه التحديات شكرا أيها الزملاء سنتابع بهذا التمرين ولكن اسمحوا لي أن أنتقل مجددا للاريسا وأعرف بأن لم تكن الترجمة غير متوفرة لسوء الحظ وأن المترجم يستعمل القناة خاطئة ولكن لدينا زميل زميل مضمت إلى الجلسة وهي أوكرانية وتتحدث اللغة الإنجليزية والأوكرانية لذلك سأطلب من يوليا مساعدتنا لأنني أريد أن أضمن بأننا جميعا نسمع لما تريد أن تقول لاريسا ذلك لاريسا مجددا أريد أن أطرح نفس السؤال إذا كنت باختصار إذا استطعت أن تشرحي لنا كيف استطعتم أن تبنو الشراكة مع الفاعلين الإنسانيين وأدوان الأساسية المستفادة ولوليا ستقوم بتقديم موجز مختصر باللغة الإنجليزية لما ستقومينه شكرا جزيلا لك لاريسا وللوليا لمساعدتك لنا تفضلي لاريسا هكذا دعو ستقم ستقوم يلجع ستقوم أعمل ستقوم أحب دعوший نعمل ستقوم أنه بالترع بعد المعزق لابسا صعب أحب المعزق يتقوم ستقوم كيف يتقوم أنطو دعو بين معزق وضع أحب كما تتكلمون بشكل موزيك نوليس. في حصوص الشراكة، فإن التحديات الأساسية كانت متعلقة بالمبدأ الإنساني، تفضليل ريسا. كما تتكلمون بشكل موزيك نوليس. كما تتكلمون بشكل موزيك. كما تتكلمون بشكل موزيك نوليس. في المرحلة الأولى، فإن التحدي الأول كان في أوكرانيا. ولكن دون فهم واضح لهذه المشاكل لذوي الإعاقة، فإن الناس كان تم إهمال بعض الشخصيات. المشكلة الأساسية كانت هي عدم وجود معلومات واضحة وكافية. وأيضاً عدم القدرة على الوصول ووجود عوائق ووجود أزمات بخصوص تقديم المساعدات الإنسانية. إضافة إلى الستيريو تايب والوصمة العار التي تلحق بذوي الإعاقة. إنها فقط بضع التحديات. ولكننا قمنا بالكثير خلال ذلك الوقت. بنينا الشراكات في هذا الوضع الصعب. بدأنا بالتعاون بشكل فعال مع الكثير من العاملين مثل الوكالات الأممية وبعض العاملين الدوليين. أشارك كل يوم تعمل. أنا بدأت تحدث عن الإعاقة لدى المسلمين. أحد الأمثلة هو سيباق. هو سبعة كيلو يهات من الرز والبطاطا وبعض الزيت. ولكن هنا كنا نقوم ببعض المساعدات بشكل مختلف حيث أن بعض الأشخاص لا يطعمل هذه المنتجات. وهذا من الممكن أن يكون مثالا بالنسبة لبرنامج الغذاء عندما يريد أن يقدم مساعدات غذائية. الآن ما بدلالي سيبرير. أنا مع بعضنا الآخر لتجاوز بعض التحديات. وأيضا هذا يمتصل أيضا بالعمل مع تجمع الإصحاح والنظافة. إننا نفهم بأننا جميعا مختلفون. وأيضا هناك أشخاص مختلفون. بيننا وبعض الأمور قد تكون مختلفة. لهم يحتياجات مختلفة. لا يوجدهم مع تجمع الإصحاح والنظاف. وفي أوكرانيا إن مصلحة الأشخاص دوية العياقة والأشخاص المهمشين يجب أن يتم تضمينها بكل مستويات تنفيذ البرامج والمشاريع. وفي أجل الفقرات الأشخاص المحتوى في الإنسان والجهد نحن مستوى في المدارات الحماية ومجموعة الأسيا لحسين تنفيذ البطرات الحماية والمجموعات الأسياية لعمل مع الأشخاص زوية الإعاكة. شكراً. 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 طالبنا لوضع موضوع الأشخاص ذوي الععاقة في خطة الاستجاح الإنسانية وقد أدركنا أن مشاركة الأشخاص من مختلف الخلفيات مهم جداً كما أنه اليوم إن موقع الأشخاص المسنين ذوي الإعاقة ينبغي أن يكون فيه الاستجابة الإنسانية شكراً جزيلاً وأنا أفهم أيضاً أن لديكم حماساً كبيراً للحديث عن هذا الموضوع ولسيما أنكم تتمتعون بخبرة كبيرة مبنية على النتائج الإيجابية التي تتمتعون بها شكراً يوليا للترجمة لقد تبعت استمعنا لمايكل ولاريسا وكانت إجابتهما متكاملة وقد شرح مايكل العمل مع المجتمع وكيف ساعد ذلك على بناء تدخلاتهم وقالت لاريسا كيف أنها تمكنت من بناء مجتمعها أو مؤسسات على مستوى المجتمعي وبعد ذلك أرثت الشركات مع جهات فاعلة أخلى وقد تحدثت لاريسا أيضاً عن موضوع أو وضع هذه المواضيع في سياقها ولدينا أيضاً الدكتورة عيشة من اليمن وهي في منظمة تعمل وتركز على حماية النساء ودكتورة عيشة سوف تتحدث اليوم عن الالتزام ودعم المنظمات التي تقودها النساء أهمية الاعتراف بإشراك المرأة في تدخلات بناء السلام والعمل الإنساني والتنمية وفي عملكم على المستوى المطاني هل تشعرون أنكم تحصلون على الدعم الكافي وما الذي ترغبون في تحسينه تفضلي سيدة عيشة مرحبا دكتورة عيشة ثواب رئيسة منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل اليمن حقيقة نحن نعمل مع المرأة منذ عام 1996 عندما كنت في بداية أول سنة للجامعة وكنت أنا أول امرأة من مديرية عبس لتكملة الجامعة لإكمال دراستها في الجامعة فكان حربنا وحماسنا وقتالنا من أجل المرأة من أجل حماية الفتاة لكي لا تحرم من التعليم ومن أجل أيضا المرأة وما تتأرض لهم العنف كما تعلمون إن اليمن بوجود الحروب ووجود الأزمة الحالية فقد رجئنا للقرن الخامس عشر رجئنا للقرن الخامس عشر بحيث إنه لم يسمح للمرأة أو الفتاة أن تخرج من بيتها إلى مكان يبعد من المدينة ممكن نقول ثلاثة كيلو أو أربعة كيلو متر إلا بمحرم وهل تعلمون ماذا يعني محرم؟ يعني يجب أي امرأة أن تخرج أو تتحرك يجب أن يكون مرافق لها رجلاً حتى وإن كان صغيراً هذا المحرم يعني يحافظ عليها كما يقول القانون الجديد الذي اتخذوه في ظل هذا الوضع فحقيقة نحن نعاني كمنظمات نسائية من كثير من الانتهاكات والحرمان والتعسف ألا برامج الحماية بوجي نعام في اليمن ألا برامج الحماية أصبحوا ينظروا لها نظرة مخيفة نظرة خطرة وإن نحن كمنظمات نسائية نبذل كل ما نستطيع ونعرض نفسنا للمخاطر لكي نحمي نحمي أبناء جلدتنا نحمي النساء من جنسنا ولكن للأسف نقابل تهديدات أمنية ونقابل كثير من العوز يعني شح التمويلات المسائل الأمنية مفقودة بالمرة أيضا التدخلات في بعض المنظمات الدولية رغم أنه هناك خطابات كثيرة بالتركيز على المرأة ومنظمات النساء إلا أنه كثير من المنظمات مجرد يعني شعارات لكن عند التطبيق لا نجد من يدعمنا في اليمن منظمات النسائية في اليمن تعاني الأمرين وكأنها كرة بين الأطراف بين الأطراف حقيقة كثير من الصعوبات نقابل رغم أنه مصرين نحن بمن المبادئ الأمل الإنساني والتزامنا لتوفير الحماية مصرين المواصلة ونتمنى من كل المنظمات الدولية أنها تركز على أنه توفر على الأقل الأمن والسلام والتمويلات لتمكين المرأة بوجه نقام تمكين المرأة اقتصاديا يساعدها بشكل كبير لحماية نفسها من العنف القائم عليها أيضا نتمنى من الدونر والمنظمات الدولية اعتماد منهجية الترابطية الثلاثية التي ستساعد بشكل كبير لتنفيذ حماية مستدامة وبكفاءة ولتقليل قضايا الأمن والسلام التلبية التي حقّت على المرأة في اليمن بهذه الفترة فهذا كلما نتمنى أنه يتم مشاركة حقيقية للمرأة من خلال مبادئ ومبادئ يعني هذه المبادئ تأطيل المرأة أو المرأة القيادية أو المنظمات النسوية الحرية في أنها تدخل لعمل برامج حماية يعني مؤثرة وما تخلي المرأة ترجع للمرحلة الأولى فهناك الكثير من العنف القائم على المرأة سواء كانت عاملة أو قائدة للمنظمة أو حتى فتاة في كثير من الفتيات تحرم فنحن نعمل الكثير من أجل أن نقدم الحماية ومن أجل أن نعزز كمان موارد الأمن والسلام للنساء والفتيات بوجهن آم كما نرجو يعني كما نرجو حقيقة أنه المنظمات الدولية تسمع تسمع للمنظمات المحلية النسائية فهناك قضايا كثير خاصة بالمنظمات النسائية وكثير من النساء في اليمن على الرغم ممكن يكونوا عميات لا يجدوا القراءة والكتابة ولكن الزمن والممارسة تعلمهم الكثير فربما كانت أحكم مننا في أنها تختار نوع الحل لمشكلتها سواء قضية ترجع للعنف اللي هو قائم عليها أو قضية ترجع لتمكينها اقتصاديا فهذا ما نتمنى بالفعل من النظمات الدولية والممولين بوجهن آم أنه يفهموا يفهموا وضع المرأة في اليمن نحن نقاني بكل الطرق ورغم إسرارنا على تقديم الحماية إلا أن نحن نفتقد على الدعم والمناصرة لقضايا المرأة المناصرة لوضعها في اليمن سواء في الجنوب أو في الشمال على أنه كمان يجب أن تلاحظوا أنه هناك فرق في التعسفات وفي كمان فقدان الأمن والسلامة في الجنوب والشمال شكراً شكراً جزيلاً عائشة ما قلته في الحقيقة هو يزجم مع ما ذكره زملاء الآخرين بخصوص حاجة المساعدة والدعم من الأطراف الدولية بالذات للمنظمات التي تقولها النساء ونرى أن هناك بعض الزملاء قد كتبوا أيضاً في صندوق رسائل بخصوص التحديات وبخصوص ضمان بأن الأشخاص يحصلون على الحماية التي يحتاجونها قبل الانتقال إلى المتحدث التالي أقد ترح بأنهم بعمل ثمين منت آخر حيث نستطيع أن نتحدث لا أعرف إذا كنا هنا نستطيع أن نرى السؤال هنا وبالطبع سنترك لكم رابط المنتي في صندوق رسائل ولكن هذه المرة سأسأل ما تقترحوا ما الذي سيكون كافياً في دعم المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية للعمل في مجال الحماية هذا هو السؤال ولنرى ما هي الإجابات التي نستطيع أن نحصل عليها في هذا المنتي هناك اقتراحات ما الذي من المشكلة أن يعمل بشكل مناسب حيث أن بعض المنظمات التي تعمل في مجال الحماية ما هي التوصيات التي يمكن أن نقدمها لها من أجل أن يكون الدعم الكافي ولهذه الإجابات مختلفة من المدرات القيادة المشتركة الانتقالات التحولات التمويل المباشر التعامل شكراً جزيلاً أيها زملاء لهذه الإجابات بعد هذا الاجتماع أعتقد بأن مشاركتكم لن تكون الأخيرة ولكن بالنسبة للعمل في تجمع الحماية سيكون هناك هذا نظام لإنقال وهذا سيصبح المزيد من لأن التدخلات تكون مركزة أكثر على الشعب والناس وأيضاً أدينا اليوم من المتحدثين دنيلو ودنيلو قبل أن نتقل للمتحدث دنيلو لنعرف أكثر عن العمل الذي تقوم به منظمتهم لأنه عندما نتحدث عن الـ LGTQI من الأشخاص نحن نترك أيضاً بأنه أحياناً يتبق نحن نعمل بهمال من بوضوع الحماية ولا يتم الاستغابة لحاجاتهم بشكل كبير ولا يحصلون على دعم الحماية الذي يحتاجون لهم هذا ما رأيناه بسبب بعض المعافل التشريعات الابطانية لذلك سيكون المبنسة نسمع أكثر عن عملكم وكيف تستطيعون الانقراط بشكل مناسب مع الأشخاص الـ LGBT وما هو الدعم الذي تقدمونه لهم وشكراً دانيلا شكراً جزيلاً بريلا مرحباً جميعاً أهلاكم في هذه المساحة بإساحة نوع من دواعي سروري أن أتحدث معكم جميعاً حسناً فإن برنامجنا بدأ منذ 2018 وكمنظمة للـ LGBT تدعم مجتمع الـ LGBT ووضعنا كان مختلفاً بخصوص غياب حقوق الإنسان للمجتمع وهناك كان الكثير من الحقوق ومن النقاشات التي كانت تقديم فرص مختلفة لأشخاص مختلفة في دول مثل الكولومبيا والإكوادور والكولومبيو في تلك اللحظة حددنا بأن الـ LGBT يمكن أن لا يتم الاتباه لها في المجتمع بخصوص حصول المساعدة الإنسانية نحن نحدد لم يكن هناك مكان حيث يتم تقديم المساعدة الإنسانية لهم ورغم أن النظام العالمي كان يعمل في نالك الوقت في الإكوادور فكان هناك مع منظمات مختلفة شخص واحد على الخطوط الأمامية لم يكن التعرف عليه بأنه كان في خطر وما نستطيع التفكير به في هذا البرنامج بشكل عام نستطيع أن نفكر بأنه يستحق وأن هذا مجتمع الـ LGBT ويستحق الرعاية ويستحق الاهتمام وبعد نشكثير من التحديات على مدى التنوات كان برنامجنا مصمما بمساعدة المساعدة المساعدة الطباء المحابين وعاملين مجتمعيين ودائمين النفسيين الذين قدموا مميزا لمجتمع الـ LGBT التجربة كانت تحمل كثير من التحديات لأنه في البداية لم يكن هناك صبرة أبدا في الإيقوادور وأيضا في الدول المختلفة من أمريكا اللاتينية فيما ممكن أن يعاني من المهاجرين الـ LGBT وبعد ست سنوات من العمل مع هذه المجتمعات من قبل المنظمات عديدة فكانت هذه الفرص الفرص للعمل أيضا مع أشياءات أخرى تحفظ ذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكا وبعض الوكالات الأممية وعطانا الفرص ليجعل هذه البرامج مستدامة في ذلك الوقت فقط بخصوص الهجرة ستحول أختصر من أجل الوقت فكانت الفرص بالبداية والأهداف الكبرى بالنسبة لنا والبرامج الأكبر كانت هي بناء القدرات ليس فقط للأشخاص ولكن أيضا عن الالجي بيتي وحاجاتيا وكان هناك محاولة تنسيق مع منظمات الالجي بيتي أخرى كان هناك تركيز أيضا على الهجرة لذلك فإنه سنة الشهر الماضي كنا نعمل مع بعضنا الآخر من أجل وضع مستند جيد ليقدم ما ندعوه بأنه دليل إرشاد الكرامة لكل المهاجرين من مجتمع الالجي بيتي وإنه مهم جدا لأن بعضهم قد يؤطون معلومات للدعم الأشخاص على الخطوط الأمامية من الحكومة أو العاملين المجتمعيين لأن ذلك قد قدم المعارف الفنية والتقنية وهي أساسية للأشخاص لدعم المهاجرين وأيضاً كيف يعملون في الجزء الأول من برامج الهماية والأبل الآخر فإن كل مجتمع الالجي بيتي كيو منظمات المسموعات الميمعين والمدافع عن حقوق الإنسان وحقوق الالجي بيتي أن يكون مساحة آمينة فأشهر الماضي كان هناك تحديد لهذه أشهر الماضي وضعنا هذه النقاط في مستند كان دليلاً رائعاً للكرامة وبناء على هذا المستند سنقوم بتصميم البرنامج العمل وهذا يمتاح لكل الأشخاص المهتمين للعمل مع مجتمعات الالجي بيتي كيو الملاجرة وهذا البرنامج ربما أن يتم العمل عليه من خلال الأشخاص الاترافيين وما نعتقد أنه في هذه اللحظة فإن الحادث يمكن أن يتم من أجل التحديد وفهم حاجات هذا المجتمع أتمنى أنني أجبت على سؤالك ومستعد الإجابة على أسوال آخر شكرا جزيلا دانديل ومجددا لقد ركزت على أساسية ومهما حيث أنكم لحاجة لمساحة آمرة وعندما تصدون هذه التحديات التي تحدث عن المشاركون فيما يتعلق بهذه المقربة المبنية على الأشخاص فإن هذه التحديات تواجهون الكثير من الأمور الصعبة وأيضا لذلك أنتم بحاجة لمساحة آمنة سوملائية أرغب أن هناك كثير من التفاعلات وأرغب أن هناك أيضا بعض الأسئلة التي مشاركت بصندوق الرسائل أريد أن أتابع هذا النقاش مع المتحدثين ولكن أرغب أننا لا نمرك الكثير من الوقت يدهمنا وماذا المتحدثين وبعدها مغيق أرغب أن تريد المتحدثين على هذا المتحدثين الذي تم تقديمهم بقصوص الاتحادات ولكن عندما نتحدث عن التنوى والتنوى الأفراد والأشخاص لأن عندما نتحدث عن التنوى في البداية قد يكون لدينا هذا الميلي هذا على حساب قطاعات أخرى بعمالك كيف تحاول تجنب هذا الانعزال مايكل شكرا مجددا شكرا جزيلا لهذا السؤال في حالة أورغندا فإننا نحاول تحديد الأشخاص أو كل على حدة في عمالنا وذلك خلال بناء شراكات التعاون والدمج أيضا ودمج أيضا عمالنا وفي الحقيقة كان لدينا هذا الشعار بأنه وضع شراكات أفضل تعاون أفضل وإجازات أفضل وكنا نحاول أن نضمن بأننا كنا نعمل مع كل شركاء آخرين في مجال العمل التصيل باختصال ومقربتنا قائمة على إيماننا بأن فإن الأثر المستدام يتطلب جهود الجميع كمؤسسات لا نستطيع تحقيق كل شيء وحدنا ولا تلبية الحاجات كل الأشخاص وحدنا متطلبات الأشخاص الذين نحن في مجال الحماية لذلك فإننا في الحقيقة نفعل هذه التعاونات والإللا شركات من أجل في المناطق العمل المشترك بالإضافة إلى مناطق المناطق التي يوجد فيها أشخاص لديهم حاجات حساسة وحاجات وحاجات ماسة لتكامل المساعدات حيث نبني تدخلاتنا بناء على هذا حيث نستطيع أن نرى أنه بعض المكونات يمكن أن تكون بحاجة لتدخل أسرع من أخرى وبالتالي فإن المزيد من التفاعل والتعاون قد يشكل هذا النوع من هذا الحماس أو هذا النوع من التنافس أيث أن بعض نحن نحن لكن حاولنا أن نعمل مع بعضنا الآخر كمنظمات ونخلق مجموعات عمل في مجموعات ومناطق مختلفة لتقديم الحفاية وحتى أن نحاول نقديم المساعدات الصحية من خلال جماعات الشريكة ومجموعات مختصة وفي أغندا لدينا ما نقول بإطار العمل الخماسي هذا الإطار العمل يصف من تستهدف ومتى تستهدف متى تقدم هذه المساعدة وكيف تقدم هذه المساعدة وعندما نقوم بالالتسام بهذه إطار العمل هذا ومشاركته مع شركائنا يعرفون ما الذي نقوم به في هذه المنطقة أين وصلنا ويكونون جاهزين لدعمنا ومساعدتنا في عملنا وهذا الإطار العمل يساعدنا لتجنب التنافس ولكن أيضا يجعل منافسة ونساعدنا التخلص على العمل بعزلة للآخرين ولكن أيضا يجعل هذا النظام بحاجة للدعم من أجل بناء الأثر وأيضا نحاول التركيز على مفضوع التعاون والتفاعل في مختلف القطاعات من خلال تقريب الدعم للأطفال من خلال المبادرات الاجتماعية حيث لدينا برامج صحية وطبع هذا من أجل الضمان أن الأطفال يحصلون على رعاية كاملة وشاملة لدينا تخطيط شامل ومستمر ومراجعة مجموعة اجتماعات للمراجعة التي تشمل العديد من الأطراف المصلحة والأطراف المعنية حيث نستطيع التكيف وتأدي بعض الاستراتيجيات التي نستعمل ونعرف ما هي الآليات الدفاعية التي نستطيع استعمالها من أجل حماية الأشخاص ومن أجل تقدم فرص متعددة لهم بالذات هؤلاء المجتمعات التي لا يحصلون على دعم بشكل مستمر فالفعالية هي أمر مهم جدا والرضا هو أمر مهم جدا لذلك هذه طريقة في الدمج والتعامل في التنفيذ الأنشطة المشتركة تدعم بعضنا الآخر وتعطينا هذا تعطينا هذه أشهولية في خدمات التي نقدمها وأخيرا لدينا موضوع الشفافية وهو موضوع أساسي جدا ويجب أن نكون قادرين أن نؤبر عن ما نقل وشكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا مايكل وسنتابع بهذا النقاش حول هذه المواضيع المختلفة وأن أكيد أن لديكم أتفل نسمح لهذه المحادثة بالاستمرار والمتابع أريد أن أدعو كل المشاركين لقيام بالمشاركة بآخر نمرين منتي وأن يجيبوا على السؤال الذي هو كيف تتجنب العمل في عملكم وبشكل خاص ما الذي يتطلب ليكون هناك مقاربة أكثر فعالية من أجل الشمولية في العمل بمجال الإيماية ما الذي نحتاجه من أجل مقاربة أكثر اتساقا وشمولية ومحاسبة في مجال الحماية هذا هو السؤال الآن في المنتي وقد سمعت الزملاء يتحدثون عن أهمية التنصيق ووضع البرامج الآمنة بشكل تشاركي وتحديث كل بروتوكولات وتحديث التركاء حول البرتوكولات وأيضا البرامج الشاملة واحترام احترام أهرع في الأشخاص وتقاريرهم التعاون مجددا يذكر هناك الكثير من العناصر الجيدة التي يتم ذكرها هنا والتي تدفعنا للتفكير بكيف نستطيع تحسين عملنا تقاربنا من نهاية الجلسة لذلك سنفتح الجلسة لطرح الأسئلة إذا كان لديكم أسئلة من فضلكم اترأوها في صندوق الرسائل حيث نستطيع نجاب على هذه الأسئلة وبعدها تنوجها لمتحدثين وربما يكون نقب التغييرات بين المتحدثين وتقداني لأن ك شاركت السياق شكرا لذلك أيها الزملاء شهروا بالراحة وضرحتكم بطرح الأسئلة على دانيلو ولا ريسا حتى تستطيعون الطرح الأسئلة في صندوق الرسال إذا أردتم نحصل على إجابات ومعرفة أكثر المساحة مفتوحة لأي سؤال تحبون طرحه للمتحدثين أن تطرحوا أي أسئلة على المتحدثين حديثين شكرا أرى هنا في قسم الأسئلة والأجوبة وفي صدق الرسائل أنا هناك عدت من الأسئلة لمايكل كيف تضمنون أدوح وصولك متكافئة لكل الأطراف العاملة للمجتمع والمستفيدين وما هي أيضا آلية التغذيرات جعلت تستطيعون إذا كنت تستطيع الإجابة على هذا مايكل أجل شكرا جزيلا لهذا السؤال أولا قوة التغذية الراجعة الفعالة هو بخلال الوعي وعي المجتمع وأيضا الوعي الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه التغذية الراجعة لذلك فإن أحد العناصر الأساسية لدعم بناء القدرات للأشخاص الموجودين في بناء آلية التغذية الراجعة هذه هي بأنه بشكل أساسي زملاءنا خليقنا ومتابعته بالحصول على هذه التغذية الراجعة كما تعرفون فلتغذية الراجعة تأتي أبر قنوات مختلفة راجعة على مراحل ومستويات مختلفة مايكل لا نسمعك والصوت يتقطع مايكل لا نستطيع سمعك ربما نستطيع لديك مشكلة في الاتصال لدينا سؤال آخر مايكل لا نسمعك أجل لقد فقدناك لقد فقدناك لبدأ الدقائم الآن نستطيع سماعك لقد تسمعني الآن كنت أقول أن القوة أن القوة تغذية الراجعة تكمن في قوة بناء القدرات الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه التغذية الراجعة وأيضا بناء وعي المجتمع الذي نعمل معه حول المتغيرات أو الآليات وقنوات التغذية الراجعة المختلفة وأن قدر المستطاع من أجل الحصول على معلومات وتغذية الراجعة ونشجعهم على أن يتركوا هذه القنوات مفتوحة بغض النظر عما هي هذه التغذية الراجعة التي يعطونا إياها ولكن أحد المشاكل أيضا التي نواجهها أحيانا أن بعض الأشخاص قد لا يكونون قادرين على الوصول على قنوات التغذية الراجعة أو لا يكونون قادرين على التعبير عن أنفسها ولذلك ما نقوم به في هذه المجتمعات هي أنشطة نحاول على سبيل المثال أن نصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة عندما نصمم أنشطة المجتمعية نعرف من هؤلاء هؤلاء الأشخاص كيف يمكن أن يستفيدوا من قدماتنا وندعمهم وما هي الأدوات الموجودة وما هو التمويل المخصص لها وكيف نستطيع تصميم برامجنا بناء عليها وأمور شبيهة بهذا لذلك هناك هذا الأمر أولا آلية التغذية الراجعة ولكن أيضا القدرة على الوصول إلى هؤلاء الأشخاص الذين قد يواجهون مشاكل في إيصال تغذيتهم الراجعة شكرا مايكل شكرا لدينا سؤال آخر لعائشة عائشة تتحدثين الإنجليزية إذا استطعتي الإجابة على هذا بالإنجليزية لنتجنب أي مشاكل في الترجمة السؤال هو الزواج المبكر وزواج القصيرات القصري إذا كان إذا هل عملتم على هذا المجال هل ممن الممكن أن تشاركين خبراتك بهذا الصدد يس أتحدث بالعربية أوكي أوكي الزواج المبكر يعني فعلا هناك عندنا نسبة كبيرة من الزواج المبكر وأثناء الحرب والكونفلكت كثير من الآباء والأمهات باعوا أولادهم بناتهم كان النازح النازح يستطيع أن يأخذ بنته الصغيرة التي عمرها 12 سنة أو 10 سنوات ويذهب بها إلى منزل أبن كبير ليزوجه إلى بنته الصغيرة لكي يأخذ الطعام أو لكي يأخذ مكان مأواء لكامل أسرته فهذه مشكلة كبيرة وعانينا منها كثيرا سواء في بداية الحرب وإلى الآن الزواج المبكر منتشر بشكل كبير للرغم أننا وقفنا في فترة ما قبل الحرب تم توقيف الزواج المبكر وكمان الختان تم توقيفه وعادات كثيرة تم توقيفها ولكن عند الحرب والأزمة للأسف رجعت هذه العادات السيئة بشكل كبير فضلي شكرا جزيلا عائشة دانيلو هناك سؤال أعتقد بأنك تستطيع الإجابة عليه كيف تتعاون مع الدولة أو مع وكالات مختلفة شكرا جزيلا عندما نتحد اسمحي لي أن أتأكد عندما تقولين الدولة ماذا تعني الحكومة لا أعرف أن الأمر لك لا أريد أن أوجهه بشكل خاص لقد هذا السؤال مواجه لكل المتحدثين ولكن أنا طرحتها عليك لذلك إذا كنتم تعملون في سياقات مختلفة بغض النظر عن الأقليم فإذا كانت الحكومة دولة معينة أو الدول بشكل عام أنتم تستطيعون رؤية الاختلافات من دولة لأخرى هذا يكون مهما جدا شكرا جزيلا في هذه اللحظة من المهم أن نذكر أنه بعد أربع سنوات من العمل مع الالجي بي تي يو المهجرين من هذا المجتمع اللاجئين من هذا المجتمع كان لدينا حاجات أساسية لأن الإنسان في أمريكا اللاتينية قد يواجه خطرا وقد يكون لديه خبرة بشكل خاص في داريان هي الحدود بين كولومبيا والدولة المجاورة بخصوص المجتمعات الالجي بي تي قرروا الانتقال حيث أن المجتمعات مختلفة المخاطر مختلفة الفرص أحيانا لسوء الحظ هي أقل وما يعني هذا بأن الالجي بي تي في أمريكا اللاتينية هم أرضا للخطر أكثر دون فهم هذا الوضع بدأنا العمل مع الدول الأخرى لذلك فنحن نعمل مع منظمات مجات أخرى لدعم الأبحاث الدولية من كندا بدأنا العمل على بحث في ثمان الدول في أمريكا اللاتينية لمحاولة تفهم ما هي الفرص الحقيقية التي يمكن أن يحصل عليها أفراد مجتمع الالجي بي تي هناك هذا الدستور لهذه الدول قساتير هذه الدول هي مختلفة ولا مجموعة من الالجي بي تي لها حقوق في هذه الدول ولكن في نهاية الأمر في الإكوادور فإن الشعب أصبح لدي الحرية لهذا الزواج المدني لذلك إنه من المهم أن ندرس ما الذي يحصل في كل دولة فيما إذا كانت هذه الدولة لديها فرص أو حقوق مختلفة كمهاجرين ال جي بي تي وباختصار فإنه في فينزويلا على سبيل المثال هي أسوأ دولة لتعيش فيها إذا كنت ال جي بي تي فإن أسوأ مكان لتعيش به فينزويلا لأنه لا مكان لالجي بي تي بوليفيا هي نفس الأمر بينما بالمقابل كل الدولة الأخرى تفهم بشكل أفضل قدرة على خلق فرص ولنكون سريعين بهذه النقطة فإننا نخلق شبكة أكبر وإننا سعداء وفخورين نذكر بأن هذه الجهود تثمر وأن بخلال هذه الشبكة نربط 14 دولة ونربط منظمات من مجتمعات الالجي بي تي من مختلف الدول وهذا مشاني أن يساعد هذه المجتمعات المنظمات المختلفة تمثل دولا مختلفة وهم جزءا من هذا التصميم ولذلك فهناك برامج أيضا محددة تستهدف الالجي بي تي وأيضا هناك هذه المعرفة إننا نبني مهاراتنا على نفس المستوى من أجل العمل على مختلف الشروط والبيئات ويجب أن نعمل أيضا على برنامج ويجب أن نكون متاحا خلال الشهر ومن خلال هذا البحث فإننا نحاول أن نضمن بأن مشاركة البيانات والمعلومات هي موجودة وفي النهاية ما أريد أن أقوله عندما تكون منظمة مثلنا وعندما نضع على ورق الموضوع الحماية هذا ليس لأننا حالمين ليس لأننا نضع ما الذي نريد أن نعتقده أو لأن نعتقد بأن نفضل من الآخرين إننا منظمة شعبية نعرف من أين نشأنا ولكن هناك رسالة بشكل خاص بالنسبة للتعاون الوطني العمل بشكل مباشر مع المنظمات الشعبية هو الأفضل لفهم أفضل عما يحصل على الأرض هذا العمل الذي قمنا به قدم لنا الكثير من المعرفة العمل المحلي أعطانا الكثير من المهارات المزيد من المعلومات وبالتالي العمل بشكل مباشر مع الأشخاص جعلنا نخفض التحديات ويفتح لنا فرصا أكبر لنفهم أكثر ونواجه مخاطر أقل شكرا جزيلا دنيلا زملاء أرامي أن هناك سؤال في صندوق الرسائل ولكن بسبب عدم موجود الوقت الكافي أعتقد بأننا نكون قادرين على أن نجيب على كل هذه الأسئلة الموجودة لذلك بخصوص الدراس المستقى هي بحاجة لوقت ولكن نحن جدا ولنستطيع الحصول على الوقت الذي نحتاجه من أجل مناقشة كل هذه التفاصيل المتعلقة بعمل بالحماية دنيلا لقد أجبت على السؤال المتعلق بالتعاون مع الزبال وأن نتحدث عن أنكم منظمة شعبية أتيتم من الشعب وأنكم تتوجهون بشكل مباشر لأن هنا يوجد أيضا بعض الأسئلة التي موجهة للحكومات وكما قلت منذ البداية يستعدنا أنه لدينا أندري معنا اليوم والذي يقدم والذي يمثل المبعوثية الدائمة في جينيف في سويسرا أندري ما الذي تعلمته من هذه الجلسة مما قاله دانيلو وبعدها نرى هنا بأن هناك بعض الأسئلة المحددة كيف تقوم المملكة أولندا بالتعامل مع استراتيجيات العمل في المجال الإنساني؟ تفضل أندري شكرا ميريلا شكرا لكل المتحدثين الآخرين لما قدمتموه إنه من الرائع أن أرى هناك بعض الأشخاص الذين أعرفهم يسعدني أن أراهم خصوص التجمع الحماية العالمي وأجل هذا سؤال جيد لقد حضرت بعض النقاط التي أريد أن أتحدث عنها ولكن أيضا أريد أن أتكلم عن بعض النقاط التي أثرت بالأسئلة اسمح لي أن أبدأ بأن أقول بأن الكثير من الذي قلت سمعته هو ينسجم مع مع ما نقدمه كدعيمين بخصوص المساءلة بخصوص التغذية الراجعة بخصوص المركزية بخصوص المواطنة أو فيما نقوم به في مجال العمل الإنساني ومجال الحماية وهنا لدي كثير من الأمور التي أريد التي تلهمني فكداعمين دائما نعرف ونواجه أمور مختلفة عما تقومون به في عملكم بشكل يومي نعرف أن هناك الكثير من المنظمات وأن هناك بعض المشاكل الموجودة أمامكم لذلك أحيانا نقوم ببعض الأمور بشكل مقتصر بعض البيانات أحيانا تكون غير متوفرة أحيانا بعض الشركات تصب في حماية المدنيين وأحيانا تشمل مواطنين من فئات معينة ولكن بالتفكير ببعض النقاط التي تم ذكروها بداية إصلاح لي أن أقول بأنه كان من الممتع والمثير تحدثتم أكثر عن الانترسكشناليتي دكتورة عايشة تحدثت عن تضمين النساء وحقوق النساء ودانيلو تحدثت عن الالجي بي تي كيو ولاريسا تحدثت عن الأشخاص الدوي الإعاقة لم نذكر هذا في صندوق النسائل ولكن هذا عن حقوق الناس عن حقوق الإنسان كما تعرفون فإن الحماية تبدأ بالحقاقة أن هناك معايير ومبادئ أساسية مبادئ المعايير الإنسانية لحقوق الإنسان لذلك أعتقد أنه من المهم أن نؤكد ذلك كما ذكرت أن القانون الإنسان العالمي هو أمر مهم وكمانحين لأقولها بالصراحة إننا مانحون قليلون جدا نساعد عندما يأتي الأمر بمخصوص النظام المساعدة الإنسانية لماذا؟ لأن المدنيين لا يمكن حمايتهم بشكل كافي هذا يعني كم هو من المهم أن نضع أن يكون المدنيين هم بالمركز عندما نتعامل مع النظام الإنساني ونقوم بالتصميم ألمالنا الإنسانية كلما مكنناهم ودعمناهم كلما كانت الحاجات أقل الأمر الآخر الذي لاحظت أنه مهم ما ذكره مايكل بخصوص تضمين العاملين المحليين وتغذية راجعة التي تحصل عليها منهم هذا التضمين أعتقد مايكل أنت ذكرت المواطنة هؤلاء مواطنون ويعرفون أين الحلول تكمن وهذا يضعنا في مركز العمل ويضعنا في أمام أهمية تمكينهم استمعت المواطنة أو المحلية وتبناء القدرات كل هذه أيضا ذكرت في تمرين المنتيميتر على المستوى المحلي تأكد ضمان من أن الأشخاص يعرفون يجدون الحلول بالطبع مع تضمين النساء لذلك فقط لأقول بضعة أمور ما نقوم به لدينا بعض السنوات من الشراكة مع منظمات دولية عملت مع منظمات محلية ومع منظمات شعبية ومجتمعية لدينا ثماني سنوات من هذه الشراكات وضعنا من خلالها المدنيين في مركز العمل والاهتمام ولكن بشكل أساسي التعلم قد بأنني سمعت بعضكم قال بأننا يجب أن نتعلم وندرس ما الذي ينجح معنا وما الذي يفشل معنا وبهذا نستفيد منه في برمجة مشاريعنا ولكن لأن نستعمل المناصر على مستوى دولي أكثر وهنا بدأت شراكتنا وهذا شيء يمكن أن يكون مثيرا للاهتمام بالنسبة لنا وسنرى خلال السنوات القادمة كيف نستطيع تمكين الناس وكيف نستطيع منأصارتهم على المستوى العالمي والدولي أعتقد أريد أن أهنئ مايكل أيضا على تقديم الدعم النفسي والصحة السلامة الذهنية والنفسية شكرا جزيلا مايكل لمشاركة هذه التجربة لا أريد أن أخذ كثيرا من وقتكم ولكن أريد أن أشكركم لدعوتي للمشاركة ونكون جزءا من هذه الجلسة والاستماع لكل هذه التجربة من مختلف أنحاء العالم شكرا أندري ونعتمد عليكم كأبطال التي تعطونا هذه المعلومات وتشاركونا الدروس المستفادة حيث أن الحكومات والدول المانحة بالتعاون معكم تستطيع تحسين العمل في مجال الحماية ولضمان بأن الأعمال هي تركز على الإنسان وعلى مصلحته وتضمن احترام القانون الدولي وقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وأن يكون هناك أعمال تفاعلية لتجنب الأزمات من الحصول ولنضمن عدم حصول النزاعات في ختام هذا الاجتماع أريد أن أشكر الزملاء الذين شاركوا بشكل أساسي زملاءنا المتحدثين وفريق الدعم التقاني ومن فريق التجمع العالمي للحماية شكرا جزيلا لكم ونتطلع لجلسة مثمرة غدا إلى اللقاء جميعا شكرا لكم شكرا لكم شكرا